في قطاع الطاقة أعلنت سلطات بنغازي شرق ليبيا إعادة فتح حقول ومنشأة النفط بعد حل نزاع حول تعين محافظ المصرف المركزي خلال فترة التوقف تم استغلال الوقت لإجراء صيانة في الحقول النفطية ويتوقع أن يعود الإنتاج تدريجيا إلى مستوياته الطبيعية ما يمثل خطوة مهمة نحو استقرار قطاع النفط الليبي يذكر أن ليبيا العضو في أوبيك أنتجت نحو مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا العام الماضي وفقا لإدارة معلومات التاقة الأمريكية وفي الثامن والعشرين من أغسطس أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن إنتاج الخام تراجع إلى أقل من نصف مستوياته المعتادة ولم تصدر أي بيانات جديدة منذ ذلك الحين اشتركوا في القناة